بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف الرابع الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في درس جديد من دروس التجويد في اليوم إن شاء الله سوف نأخذه وإياكم درسا نكمل درسنا في آداب تلاوة القرآن الكريم الدرس الثاني إن شاء الله تعالى أولا قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم هذا الرابط الرقمي للدرس هذا الرابط ينقلنا مباشرة إلى موقعين التعليمي التابع لوزارة التعليم نجد الدرس مشروحا كاملا من خلال هذا الرابط في الموقع أيضا نجد بعض الأنشطة التي تعيننا على فهم هذا الدرس نستطيع أن نرجع إلى الدرس مشروحا ونستمع له ونراجع ونحل التمارين من خلال هذا الرابط الرقمي إذا وصلنا إلى الموقعين التعليمي أتبع لوزارة التعليم آداب تلاوة القرآن الكريم ماذا نريد أن نحقق من آداب تلاوة القرآن الكريم؟ أولا أذكر بعض هذه الآداب أتعلم هذه الآداب أيضا أطبق آداب تلاوة القرآن الكريم وهذا هو الأساس الهدف الأساسي أن أطبق الآداب مع القرآن الكريم كتاب الله كتاب الله تعالى أطبق معه الآداب التي أتعلمها الآن إن شاء الله تعالى من خلال هذا الدرس أيضا أورد الأدلة على آداب تلاوة القرآن الكريم من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعبر عن حبي للقرآن الكريم وتوقيره لفظا وسلوكا إذن الذي يحب القرآن يحترم القرآن ويتأدب عند القرآن نحن الآن سنتعلم الآداب التي ينبغي لنا أن نطبقها عند القرآن الكريم عند التلاوة عند الحفظ عند أخذ المصحف عند وضعه كل هذه نحتاج إلى أن نتعلم ما هو الأدب فيها سنتعلم الأدب من خلال آيات القرآنية من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن تعالوا بنا إلى هذا الدرس نتعلم ونذكر ما تعلمناه في الدرس السابق ونطبق سويا آداب تلاوة القرآن الكريم عني بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان من أحسن صحابة قراءة للقرآن الكريم فقال النبي عليه الصلاة والسلام له اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل يعني يقول يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وأنت الذي أنزل عليك القرآن وأنت الذي علمتنا القرآن كيف أقرأ عليك القرآن فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إني أحب أن أسمعه من غيري لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كثيرا ولكن في هذه المرة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من الصحابة الذين علمهم القرآن الكريم وهذا يدلنا على أننا يجب علينا حتى لو كنا حافظين حفاظ القرآن الكريم أننا نستمع لقراءة القرآن الكريم من المجودين المرتلين أصحاب الأصوات الجميلة إذا نستمع للقرآن الكريم ونحن نحفظ ونقرأ القرآن الكريم أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن مسعود فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية الآية يقول الله تعالى فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الآن يعني قف عن القراءة يقول عبد الله بن مسعود فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يعني نزلت الدموع من عيني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله إذن لماذا ذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الدموع من عينيه لأنه خشع عند هذه الآية لأنه استشعر عظمة هذه الآية عظمة القرآن لأن الله يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني يأتي الله تعالى بكل نبي يشهد على قومه أنه بلغهم الإسلام وعلمهم الدين والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة يشهد على جميع المسلمين وغيرهم أنه بلغهم الإسلام وعلمهم الإسلام وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذه المسؤولية العظيمة أنه سيكون شاهدا على الناس فهناك من سيدخل الجنة وهناك من سيدخل النار المكذبين الذين أعرضوا عن الإسلام سيدخلون إلى النار يعاقبون فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى في هذا المقام حينما سمع هذه الآيات نسأل الله تعالى أن يجزي نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء على تعليمنا للقرآن الكريم اللهم صلى وسلم على نبينا محمد طيب آداب التلاوة هناك يا أبطالي يا بناتي آداب لتلاوة القرآن الكريم ينبغي لنا أن نراعيها أولا الإخلاص لله تعالى يعني أنوي بقراءتي يعني يقصد بقراءته وجه الله تعالى وطلب الأجر والمثوبة منه يعني الإخلاص قبل أن أقرأ أقرأ القرآن الكريم وأنا أرجو من الله أطلب رضاه أقرأ ليرضى عني ربي سبحانه وتعالى وكذلك أقرأ ليعطيني ربي الأجر يعني لا أقرأ لأجل الناس عشان الناس يسمعونني ويقولون الله هذا قراءته جميلة وممتازة وزينة ومرتلة لا نحن نقرأ لوجه الله لنرضي الله سبحانه وتعالى حتى يعطينا الحسنات في ذلك طبعا هذا الكلام قبل أن أقرأ أتذكر هذا الشيء حتى يعطيني الله تعالى الأجر وهذا هو الإخلاص لله تعالى يعني أقرأ لوجه الله أقرأ لله تعالى اثنين الطهارة وذلك بأن يتوضى عند إرادة القراءة يعني شافينا الطالب هذا يتوضى هكذا نتوضى قبل تلاوة القرآن الكريم استعدادا للقراءة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضى لقراءة القرآن الكريم لماذا في الوضوء نشاط عندما لوحد يتوضى كان يتوضى للصلاة الوضوء هذا فيه زيادة في النشاط النشاط للقارئ بحيث لما يقرأ يكون مستعد القراءة منتبها معظما لكلام الله عز وجل طيب رقم ثلاثة النظافة يطهر فمه بالسواك هذا هو السواك أرأيتم؟ نطهر الفم بالسواك أو بأي منظف آخر يكون فمي نظيفا لا يكون في فمي شيء من الأكل أو أنا أشرب الماء أقرأ لا أقرأ وأنا آكل أو أنا أشرب الماء بل أتوقف عن الأكل حينما أنت من الأكل أو الشرب أقرأ القرآن يكون الفم نظيف لأنني سأتكلم سأقرأ القرآن كلام الله عز وجل نحرص على هذا بارك الله فيكم إذن أولا الإخلاص لله تعالى يعني أرجو وجه الله تعالى وأرجو الأجر منه وأطلب رضاه سبحانه وتعالى ثانيا أتطهر أتوضع عند قراءة القرآن أيضا النظافة ونظف فمي بالسواك أو غيره حتى يكون فمي نظيفا عند قراءة القرآن الكريم أيضا الاستعاذة فماذا أقول في الاستعاذة؟ أقول ما هي الاستعاذة؟ كلكم تحفظونها أعوذ أعوذ بالله أكتبوها في كتابكم من من الشيطان الرجيم طيب نكتب هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول الاستعاذة طبعا الاستعاذة مهمة جدا عند تلاوة القرآن قبل التلاوة لماذا؟ لأن الشيطان لا يحب من المسلم أنه يقرأ القرآن الكريم فإذا رأى المسلم يقرأ يأتي يشغل القارئ يشتت ذهنه حتى لا يركز مع القرآن وحتى يخطئ في القرآن الكريم لذلك نحن نقول أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني معنى أعوذ يعني ألجأ إلى الله ألتجئ بالله أعتصم بالله ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم يعني أطلب الحماية من الله يا ربي احميني من الشيطان حتى لا يفسد علي القراءة حتى ما يغلطني في القراءة ويشتت ذهني حتى أخطئ إذن لا بد من الاستعاذة وحينما نستعيد بالله يجب أن نأتي بالاستعاذة الصحيحة وأن نقرأها بسرعة بعدين أنوي أني في قلبي أني أطرم من الله أن يحميني من الشيطان ليست فقط كلام أقرأها أقوله خلاص لا الاستعاذة هي دعاء أنا أقول يا ربي أدعوك أن تحميني أدعوك أن تحميني وتعصمني من الشيطان الرجيم نستشعر هذا الأمر طيب أيضا البسملة وهي تكون في أوائل السور ويجوز في وسط السورة أيضا أقول بسم الله البسملة أقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكتبوها في كتابكم حافظينها أنتم إن شاء الله لكن ما أنا بعض الطلاب الأهدي لما يجي بالاستعاذ يقرأها بسرعة أو البسم الله الرحمن الرحيم يقرأها بسرعة وأحيانا ما يأتي بالحروف كاملة لا ما يصلح يجب أن نأتي بالاستعاذة الصحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأها كاملة طيب أيضا من الآداب تحسين الصوت بالقراءة أجمل صوتي بالقرآن الكريم أحسن الصوت لكن لا أزيد في الحركات يعني مثلا ما أزيد في المدود حشان أحسن صوتي أو أزيد في الغنات لا آتي بالتجويد صحيح بدون خطأ ولا زيادة حتى آتي بالقراءة صحيحة أزين صوتي أجمل أرتل قراءتي بالقرآن الكريم أيضا القراءة بتدبر وخشوع وحضور قلب يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر الآيات يفهم الآيات يركز مع الآيات فيخشع قلبه عند قراءة القرآن الكريم يخشع قلبه عند قراءة القرآن الكريم إذن نخشع ونكون في خشوع وحضور قلبه يعني نحاول نفهم الكلمات نفهم كلمات القرآن الكريم وممكن نقرأ التفسير أيضا أيضا من الآداب التسبيح عند قراءة آيات التنزيه ما معنى التسبيح هنا أقول سبحان الله مثل الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مثل لما نمر على آية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أقف وأقول سبحان الله ثم أكمل القراءة أيضا من الآداب سؤال الله من فضله عند قراءة آيات الوعد ما هي آيات الوعد؟ كآيات الجنة والمغفرة ونحوهما يعني إذا كنت أقرأ القرآن الكريم ومرت بآية فيها ذكر للجنة فأقول يا ربي أسألك من فضلك يا ربي دخلني الجنة ووالدي وجميع المسلمين أو آيات فيها مغفرة أقول مثلا لما نقنص وكان الله غفورا رحيما أقول يا ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أيضا الاستعاذة بالله من عذابه عند قراءة آيات الوعيد يعني الآيات التي فيها ذكر النار والعذاب ونحوهما أقول أعوذ بالله من عذاب الله لما أقرأ آية فيها عذاب أو وعد بالنار على المخالفين العصاه على الكافرين فإني أقول يا ربي أعوذ بك من النار أعوذ بك من عذابك أقول هذه ثم أكمل القراءة إذن هذه آداب التلاوة في هذا الشكل الجميل أولا الإخلاص لله تعالى يعني ماذا قلنا في الإخلاص يعني أطلب من الله الأجر وأقرأ لوجه الله يعني أطلب رضا الله أبغى الله يحبني أريد أن الله تعالى يرضى عني لما أقرأ القرآن الكريم كذلك الطهارة وذلك بالنوضو قبل تلاوة القرآن أتوضع قبل تلاوة القرآن الكريم احتراما للقرآن وتعظيما للقرآن النظافة أنظف فمي قبل التلاوة قبل أن أقرأ القرآن الكريم أنظف فمي باستواك أو بغيره رقم أربعة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقلنا الاستعاذة هي دعاء ونحن نطر من الله الحماية ياربي احميني ياربي اعصمني ياربي احفظني من الشيطان الرجيم لا يأتيني الشيطان فيفسد علي القراءة أيضا من الآداب البسملة أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول السور ويجوز في وسط السورة أيضا أيضا تحسين الصوت بالتلاوة من آداب التلاوة أحسن صوتي أجمل صوتي أزين صوتي بالقرآن الكريم أرتل أحسن صوتي أيضا الرقم سبعة القراءة بتدبر يعني أفهم كلام الله أتدبر وثلما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أفهم ما نتق الله يعني أتركوا المعاصي أتركوا المحرمات يفعلوا ما يأمركم الله تعالى به أتفهم وأعمل بهذه الأوامر أيضا بركة الله فيكم التسبيح عند آيات التنزيه يعني أقول سبحان الله عند الآيات التي فيها تنزيه لله مثل الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته أيضا سؤال الله من فضله عند آيات الوعد يعني الآيات التي فيها وعد برحمة ومغفرة وجنة فيها ذكر الجنة فيها ذكر الرحمة في ذكر المغفرة أقول يا ربي أرحمني يا ربي أدخني الجنة يا ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين كذلك الاستعادة عند آيات الوعيد الاستعادة بالله يعني لما نمر بآية فيها وعيد بالعذاب أقول يا ربي أعوذ بك من عذابك أستعيذ بك من عذابك ومن النار بارك الله فيكم هناك نشط أقم واحد يقول هناك أمور ينبغي أن يتجنبها قارئ القرآن لأنها تنافي الخشوع وحضور القلب أذكر بعض هذه الأمور أسألكم الآن سؤال انظروا إليه ركزوا معينا يعني لو هل يصلح الواحد يقرأ قرآن الكريم وهو قاعد يشاهد التلفزيون هل يصلح هذا يشاهد مثلا برنامج من البرامج وجالس يحفظ الآيات يصح هذا أن يحفظ يقرأ وهو يتابع البرنامج هذا غير صحيح هذا غير يعني ليس هذا من الأدب مع القرآن الكريم طيب القراءة القرآن الكريم أو حفظ القرآن الكريم وأحد يستمع له مثلا أنشوده أو يستمع له لأحد يتكلمون جالس في مجلس ونحس يتكلمون وهو جالس يحفظ القرآن الكريم هل يصلح هذا ما يصلح إذا أردت أن أحفظ القرآن أجلس في مكان نظيف لوحدي أتابع القرآن أو أكون مع أحد بس ما يتكلم ولكه مشغل تلفزيون أو مشغل الجوال أو واحد يرى القرآن الكريم المصحف أمامه وجالس يلعب لعبه في الجوال هل يصلح هذا لا ما يصلح إذن هذه أشياء ما يصلح أن نفعلها مع القرآن لا نلعب أثناء قراءة القرآن أو حفظ القرآن لا أشاهد تلفزيون أثناء قراءة القرآن أو أستمع لكلام أحد أو مع الناس أو أستمع لي مثلا أنشوده لا يصلح هذا الشيء القرآن وقته قرآن ما أعمل فيه أي شيء أو أتكلم أو أسولف مع الناس وأنا أقرأ القرآن الكريم ما يصلح هذا ليس من الأدب أتجنب هذه الأشياء إذا أردت أن أقرأ أو أحفظ أجلس مكان لوحدي أو مع أهلي لكن الجميع يستمعون لي للقرآن الكريم يصلح هذا الشيء أحسنتم بارك الله فيكم أصنف النصوص الآتية حسب الأدب الذي تدل عليه مثلا عندنا قول الله تعالى الآية الأولى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أين أضع هذا الرقم؟ رقم واحد هل هو عند الاستعاذة أو عند تحسين الصوت بالقراءة أو عند التدبر أو عند الإخلاص لاحظوا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إذن التدبر أضع هنا رقم واحد الآية الثانية يقول الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هذا الآية تدل على الإخلاص عند قراءة القرآن و عند عبادة أي عبادة والقرآن عبادة إذن أي نضع رقم اثنين عند الأدب أي أدب أحسنتم عند أدب الإخلاص رقم اثنين الآية الثالثة يقول الله فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هذه تدل على ماذا على الاستعادة أين الاستعادة في أي رقم واحد المربع الأول أكتب هنا رقم ثلاثة أي هذه الآية رقم ثلاثة تدل على الاستعادة الحديث رقم النص رقم أربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أين أضع رقم أربعة في خانة تحسين الصوت بالقراءة أحسنتم وبارك الله أكتبوها في كتابكم وحلوها أنتم نكمل التقويم وزع آداب التلاوة الآتية في مكانها في من الجدول حسب علاقتها آداب التلاوة الإخلاص الطهارة النظافة الاستعادة البسملة لاحظوا معي يقول وذلك بأن يطهر فمه باستواك أو غيره هذا تطهير الفم باستواك عنده أي أدب ماذا أكتب أي أدب أحسنتم أكتب هنا النظافة هنا أكتب النظافة أكتبوا في كتابكم طيب البيان يقول وذلك بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا أي أدب البسملة صحيح نكتب هنا البسملة رأيتم طيب نكمل بأن يقصد بقراءتي وجه الله وطلب الأجر والمثوبة ما هو أي أدب أقصد بقراءتي وجه الله أحسنتم الإخلاص هو أن أطلو وجه الله متازين طيب وذلك بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي ما هي الصيغة الاستعاذة إذن أكتب هنا الاستعاذة أحسنتم أكتبوها طيب ذلك بأن يتوضى عند إرادة القراءة الوضوء أي أدب هنا الطهارة أكتب هنا الطهارة أحسنتم وبرك الله فيكم أكتبوها تجدونها في الرابط الرقمي لو فتحت الرابط الرقمي تجدون الحل نكمل نصل بخط بين القائمة ألف يقول ألف سؤال الله من فضله عند الاستماع لآيات الوعد هذا ما يسمى هل هو آيات الوعد يعني كالآيات التي فيها ذكر النار والعذاب لا كالآيات التي فيها ذكر الجنة والمغفرة ونحوهما نعم إذن أصل هذا بهذه أصل سؤال الله من فضله مثل آيات التي فيها ذكر الجنة والنار طيب التسبيح عند الاستماع لآيات التنزيه التسبيح ماذا مثل أي ذا مثل هل هي كالآيات التي فيها اسماء الله لو وصفاته أو كالآيات التي فيها التدبر أحسنتم التسبيح كالآيات التي فيها أسماء الله وصفاته طيب الاستعاذة بالله من عذابه عند الاستماع لآيات الوعيد طيب هل هي الآية الوعيد يعني هل هي كالآيات التي فيها ذكر النار والعذاب ونحوهما نعم إذن أصل هذا هنا سؤال ثلاثة أبحث عن أدلة من القرآن أو السنة لآداب التلاوة الآتية تحسين الصوت سمعنا الحديث قبل قليل زينوا القرآن هذا كلام لي بصلاة سلم بأصواتكم يعني أقرأ بصوت جميل عند قراءة القرآن الكريم هذا الحديث لي بصلاة سلم القراءة بخشوع يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور أيضا القراءة بتفكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته نكتب الآية هنا ستجدون في الحل في الآيات نكتب الآية في هذا المكان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته بارك الله فيكم ونفع بكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا أكملوا حل التقويم أرجعوا إلى الرابط درس رقمي ستجدون إن شاء الله الحل والدرس مشروحا وإلى درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته